من هو أبو الدرداء؟ هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر من أسلم من الأنصار له مكانة ومنزلة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى باقي الصحابة رضي الله عنه فقيل عنه يوم أحد نعم الفارس عويمر وقيل عنه أيضا هو حكيم أمتي كان أبو الدرداء أحد الأربع الذين جمعوا القرآن كاملا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان للرسول أطر كبير في تربية أبو الدرداء وأوصاه أكثر من مرة بالأعمال التي تحقق له مصلحته في الدنيا والآخرة وكان أبو الدرداء رضي الله عنه زاهدا في الدنيا عالما قاضيا خائفا خاشيا من الله تعالى حريصا على الأخوة في الله حريصا على دعوة الإسلام كان أبو الدرداء رضي الله عنه معروف بحكمته فكان دائم التفكر والاعتبار عارفا بأمور الدين والدنيا والأموال كثير الذكر والتسبيح دون فتور أو ملل وكثير الدعاء لأصحابه أيضا وكان يقدر الأدعية المهمة بعدها على بعض ومن عظمة حكمته أنه كان يعتبر ويتعذ في المعارك بخسارة الأعداء قبل أن يفرح بالنصر وكان يؤثر البقاء في الحياة الدنيا للزيادة في الأعمال الصالحة والعبادات التي ينال فضلها في الآخرة وفي فترة مرضه كان يعتبر ويتعذ ويذكر الناس روي عن الواقدي أن أبو الدرداء رضي الله عنه توفي في السنة الثانية والثلاثون للهجرة النبوية زمن عثمان بن عثان في دمشق وروي أنه توفي في السنة الحادي والثلاثين في الشام وقيل سنة أربع وثلاثون أو ثلاث وثلاثون والصحيح أنه توفي زمن خلافة عثمان حيث كان قاضيا لمعاوية وكانت وفاته قبل مقتل عثمان بن عثان رضي الله عنه بعامين